امك حلو امك حلو شرف سمعتي وولادي ويا قلع من الحمام بناهم عيالك لم يكون الانسان واطي اهلا بكم اهلا بكل مشترك قناة ساعة محنك قناة مخصصة بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة التوعية والهدف الاسمع ان احنا نتعلم من اخطاء غيرها قبل ما اقول حلقة النهاردة او الجريمة اللي نتحدث عنها بدعوكم الاشتراك في القناة تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار ايه الجريمة البشعة اللي حصلت وقدت ان الزوجة تروح لمحكم الزنانيري بتطلب طلبات كتير جدا كلها قانوني لكن هتؤدي الى قراب البيت وحبس الزوج ايه الموضوع الموضوع ببساطة ان شرين عندها 29 سنة عايشة من ساعة ما اتجوزت بايلها سبع سنين في ضرب وايهانة من الزوج ومن حمتها طب واحنا بنجوز هو ربنا شرع الزواج احنا بنجيب خدامة بنضربها ده اللي بيجيب خدامة عنده بيحايلها بيحايلها ويداديها ويداها مرتب شهر ولما تروح تنزل اجازة بيديها كمان حاجات لبسه واكله وشرب عشان ترجع له تاني ده اللي عنده خدامة فيابلك بالزوجة المفروض بالرحمة بالمودة بالحب لكن احيانا الزوج بيبقى فاهم الجواز انه هو جاب جارية خدامة ضربه وايهانة واشتيمة منه ومن امه كمان ليه سبع سنين شيرين بتقول شفتي فيهم الويل انا وولادي وفي الاخر بعد سبع سنين فوجيت انه جاي يقوللي انا هتجاوز قلتولي لا طبعا وانا مش موافق وطلقنا قال لها برحتك بس انا مش هطلق عشان قتل ولادي وراح يتجاوز وفي العند لما رفحت قضية بطالب بحوي لانه بيصرفش علي ولا بيصرف على ولاده وامتنح في العند لما عرف انه رفحت قضية حتى ايجار الكهرباء والمية والبواب رفض يديه وقال لي انت مش رفحت قضية خلاص خذي حاقك بالقانون لكن انا هتجاوز حسب الشر ومن ساعة ما اتجاوز امره ما دخل الشقة ولا سائل عليا ولا على ولاده ولا اي شي وانا بطالب بحقوقي والمحكمة اولا انا لي متجمد شهرين يعني مبالغ والله العظيم متجمد 18 شهر ما رفع قضية ب63 الفين و3500 دي ايجار شقة الحضانة ما هي حضنة والشقة مؤجنة هو ملزم يدفع الاجار 3500 جنيه ومصروفات المرافق من فطورة قهرباء وتليفون وحارس عقار برضو حوالي 1500 جنيه طيب هو عانت لما كسبت القضية والمحكمة هتلزمه بدافع كل الفلوس دي يعمل الزوج وهنا قلة الاصل البان حتى لو افترضنا لان فيك تلاولك عايزين نسمع على الطرف التاني احنا بنسمع دلوقت الزوجة وهي بتقول انه هاجرني وتجوز علي وضربني ومضربته هنفترض انه كله ده كده تعال نشوف رد فعل الزوج احيانا فيه ناس بتحب تسجل لحظات حميمية اثناء المعاشرة الجنسية بتسجلها موبايل فيديو ومعرفش ايه المتعف كده ومعرفش ايه الهدف من كده لكن دلوقتي بتستغل لما يكون الانسان واطي قالين الاصل ما عندوش دين ولا اخلاق ولا اي شي يصور مراته وهو نايم معاه ويركنها في الخزنة يركنها على فلاشة في المكتب ويفضل طول ما هم عايشين عادي جدا ويوم ممراته تبتدي مشاكل وتطلب الطلاق والمحكمة تحكم لها يقول لها تب تعالي لي بقى لا لك عندي ايمة ولا لك نفقة ولا لك دهب ولا لك اي حاجة خالص يعني ايه ملكيش عندي حاجة طب يعني ايه خلاصت السجن بيقولينها السجن ازاي ويروح يبعط لها الصور والفيديوهات على موبايلها ويقول لها لو ما سحبتش بكرة وما ضطيلي تنازل عن كل العضايا دي صورك هتبقى كلها مع زميلك وهو بحكم ان كان متجوزها عارف كل زميلها وعارف رقم موبايلاتهم وكلهم اصدقاء عنده على الفيس طبعا فيش زوجة ابدا تحتقد او تتوقع او تتخيل او حتى يخطر على بالها ان فيش زوج يعمل كده في معيانه حتى لو طلقها او حتى ان المحكمة طلقتها للدارة فيه حد يتوقع ان فيش زوج في يوم من الايام يصور مراته وتحصل مشاكل يجي نشر صورها على اليوتيوب او يبعتها الاهلها والاصحابها والزميلها في الشبط مش متوقع طبعا فهو لما بعت لها الفيديوهات دي اهلت له براحتك ده انا هم عيالك انا طلقتك صحيح لكن ده بكرة وضع ده ولادك البنات والشباب يتعايروا بالصور دي والفيديوهات دي براحتك اعمل اللي عايز تعمله لانها حتى مش ممكن في راجل يعمل كده حتى لو مش محترم حتى لو مش راجل اصلا مفيش حد يعمل كده لكن فجأت مرة واحدة ان خاسيس خاسيس فجأت ان هو راح باعت لاصحابها في الشقل الفيديوهات بتاعتها وهي بترقص له وهي لابسة قميس نوم وهي طالعة من الحمام طب ليه ليه تعمل كده ده ام ولادك قالت لا ما ندفعش 63 الف جنيه متجمت 18 شهر وادفع تها 1500 جنيه شجة الحضانة وادفع كمان القهربة والمية وحرس العقار لا ده ما افضح تفضح حياة دي كانت مرهاتك ده ام عيالك ده مش فضيحة انت صورتها وهي على زمتك انت ما صورتهاش مع واحد في الشقة الزلها بالكلام ده وطولها انطلعت ده انت واحد مصور مراته ويطلع من الحمام والعيب عليها هي انها وافت لكن ممكن يكون تصورها من غير ما تاخد بالها واحدة طلع من الحمام لف الروح صورها واحدة بتروسله في الوقت كانت العلاقة بينهم كويس راح مصورها ده ماينفحش واحدة بامسه لهم نايمة صورها وهي انا انت بتعمل كده عشان تهديد ده ام عيالك طبعا اول ما اصحابها اتصل بها لا ايه الحقي جوزك باعت لنا الصور دي رجالة وستات الستة انهارت واغمع عليها قالت يا ناس شرفوا سمعتي وولادي ده انا كنت في يوم من الايام مراته ولاحمة لو انكشف ده انكشف في حلال ربنا ولو رعاست رعاست الجوزي ولو طلعت من الحمام عادي جدا اي واحدة بتستحمد بيتها وجوزها بيشوفها انا كنت اعرف انه خاسس وواطل كده يا ناس لكن لازل الصور بيتم تدولها على نطاق واسع جدا الناس ما يهمهاش بقى مع جوزها مش مع جوزها الناس سألوا مدام جوزها عمل كده طبقا مصير بطلت تروح الشغل قاعدت في بيتها بناتها موردش روح المدرسة ولاتها زميلهم بيعيرون بالصور لجسورة امك امك حلو امك حلو امك حلو في الرايحة والجاية الوضراحة ده اللي امي بيجولي امك حلو قلت له قول لابوك واتصبوا ليه يا بايا كده قال له قول لابوك خلت تنزل عن الجضايا ده لسه في فيديوهات تاني ايه ده ايه الوساخة دي ايه الوساخة دي فكروني باحمد زاكي في فيلم الجميل مع الوزير لما قال لسكرتور بتاعه قال له شفت وساخة بالشكل ده قال له لا مافيش وساخة اكتر من كده الزوجة دلوقتي رفعت اضي لكن هل القضية هل القضية حتى لو الزوجة تحبس هيمنع عنها كلام من الناس هيمنع عنها العنين اللي هتبص لها واحدة كان بترقس لجوزة كل اللي يشوفها يقول لك يا سلام كان عليها حتة طميص ياخدك بترقس لجوزة ولا شوفها خارجة من الحمام العيال كل ده عشان يخليها تسيب الشقة وتروح تأجر شقة فيها حتة تاني ولاده مالهمش دعوة بيه مش هيصرف عليهم خلي مع مراته الجديدة اولاده من المرأة الجديدة احنا وصلنا لغاية فين احنا بقينا فين والله ما تعملها في عدوتك يعني لو متخانب مع جرتك وشفتها حتى بتستحمى وصورتها خلصة من الشباك ما الواحد يجي له جرأ يعمل مع واحدة عماله مشاكل واحدة غريبة لو واحدة غريبة والله هم يقدر يعمل معها كده جم يعملها مع عرب الناس في يوم من الايام ناموا على سنوه واحد في يوم من الايام كانوا من طبع واحد في يوم من الايام جابوا اولاد مع بعضيهم جم اعمل كده معا هي دي العلاقة اللي ربنا من سبع سماء قال لك علاقة مواد ورحمة وحب عشان كده لما نقلب حديث الرسول لما لك تنكح المرأة لكذا وكذا وكذا واصفر بالذات الدين في الاخر المفروض برضو نقوله على الراجل كده اللي يتقدم لبنتنا لازم ان يسأل عليه ماشي معاه فلوس ماشي ابن اصلي ماشي شكله حلو ماشي لكن في الاخر لازم المرضو نصفر بذات الدين اشمعنا البنت نقولي الزوج اصفر بذات الدين وما نقولش ان البنت اصفري بذات الدين لازم لان اللي يعمل كده واحد ما عندوش لادين ولا اخلاق خلي بالك هو قتن مراتو عطاها الضربة القاضية مفيش حد يرده يتقدم لها ولا يتجوزها ده عندها 29 سنة من اللي هياخد واحدة صورها على اليوتيوب وهي وبطرقص منها هياخد واحدة وهي لفة نفسها بالبورنس او بالفوطة وطلع من الحمام مين هياخد واحدة اللي عاد بتمشي في الشارع بيقوله امك حالو مين ليه ليه وصلنا للبشاعة والخساسة دي بنرجع ناكد النصيحة يا كل زوجي اوعي تخلي نفسك هدف لزوجي حتى لو كان حبيبك متخلوش يصورك يا بدا لان في وقت الخلافات ممكن يبان المعدن الوسخ من المعدن الاصيل اوعي يصورك انت بترقصي ولا حتى لو كان جوزك عايز يشوفك في اي وقت رقصيله رقصيله في اي وقت لكن يصورك فيديو للذكرى لا يصورك بقاميس نوم لا يصورك هسناء المعاشرة الجنسية لا لانه بقرة وبعض ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل ولله الامر من قبل ومن بعد اشكركم اشتركوا في القناة